موجز الأخبار من الرأي أهلا بكم استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني حيث قدم له التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة حول مجمل الأمور التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين سبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح ويدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية وطيدة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كذلك أقام الأمير مأدبة إفطار على شرف الشيخ تميم بن حمد قبل أن يغادر البلاد مختتما زيارته مساء اليوم